السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي صديقات المتعلمات مرحبا بكم في فيديو جديد في حصة اليوم إن شاء الله سنتمم الصفحة 56 من مرجع المفيد في الرياضيات للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي الطبعة الجديدة طبعة 2021 من درس قياس المساحات المثلة المعين المربع والمستطيل إذن على الصفحة 56 لدينا النشاط الثاني أستعين بالمعطيات المناسبة لحساب مساحة كل من الشكلين في دفتري إذن هنا لدينا معين هنا لدينا مستطيل لدينا هنا القياسات إذن بالنسبة لدينا أب بي يعني طول الضلح هنا لدينا سبعة سنتيمتر يعني هنا سبعة وهنا سبعة وهنا سبعة وهنا سبعة لدينا كلهم فيهم سبعة لأنه لأن أضلعه متقيسة القطر الصغير ستا سنتيمتر القطر الكبير عشرة سنتيمتر هنا يقولون نحسبوا المساحة يعني غنحتاج غير القطر الكبير الصغير والقطر الكبير بالنسبة للمستطيل لدينا أب يساوي دي سي يساوي ثمانية سنتيم أب يساوي دي سي يساوي ثمانية إذن طول هو ثمانية سنتيم أب يساوي بي سي يساوي خمسة سنتيم والعرض هو خمسة سنتيمتر عصي يساوي ببيت القطرين هو سعود سنتيمتر. بالنسبة لهنا ما سنحتاج القطرين غير طول مضروف في العرض. ونكتب بالنسبة المعين S. L. قطر كبير مضروف في القطر الصغير مقسم على اثنان. القطر الكبير يساوي عشرة سنتيمتر. عشرة سنتيمتر. مضروف في القطر الصغير يساوي ستة سنتيمتر. الكل مقسم على اثنان. يساوي عشرة يساوي ستين مقسم على جوج تلاتين. تعطينا تلاتين سنتيمتر مربع. نحسب الان مساحة هذا المستطيل. اتقال. طول في العرض. طول هو ثمانية سنتيمتر. نضربها في العرض اللي هو خمسة سنتيمتر. ثمانية الثمور الأن إلى المشاركة الموالية. إجرسس 3. جيفظة كل الجديد. اجرس الجميع الحسابات التي يحتاج لها. ثم الانبات والحسابات التي يحتاج لها. عشرة والحسابات التي يحتاج لها. اقل المساحة. اشتبه المساحة الخمسة. احساب المساحة بالمساحة بالازرق. تساوي طول مضروب في العرض. عشرين سنتيم مضروب في عشرة سنتيم. تساوي جوج في واحد. جوج مائتان سنتيمتر مربع. اذا نمشي وقاش نحسبو المساحة ديال اللوزنج. ديال اللوزنج. تساوي القطر الكبير اللي هو اتنين وعشرين سنتيم. مضروب في القطر الصغير اللي هو عشرة سنتيم. الكل مقسوم على اتنين. اتنين وعشرين في عشرة هي مئتين وعشرين. مقسم على جوج مائة وعشرة. تساوي مائة وعشرة سنتيمتر مربع. نجيول هنا وغزي نديره مائة وعشرة سنتيمتر مربع. نمشي ده بالا سورفاس ديال مدلة التي تساوي. القاعدة مضروب في الارتفاع مقسم على اتنين. القاعدة عندنا هي تمنتاش. تمنتاش سنتيم. مضروب في الارتفاع عشرة سنتيم. تساوي مئة وثمانين. مقسم على جوج تساوي تسعين. مئة وثمانين مقسم على جوج تساوي تسعين سنتيمتر مربع. نجيول هنا ونكتبو هنا عندنا سعين سنتيمتر مربع. نمشيول لسورفاس الاخراء. س ديال كاري. سورفاس ديال الكاري. اتيقال. الدلع مضروب في الدلع هي خمسطاشر سنتيم. مضروب في خمسطاشر سنتيم. نحسبو هاد كيرو واحد العملية. ايش نحسبو? اذا خمسطاش مضروب في خمسطاش. خمسة في خمسة وعشرين. كتبو خمسة واحد افتو بجوج. خمسة في واحد خمسة زائد جوج سبعة. واحد في خمسة. خمسة. واحد في واحد واحد. اذا خمسة زائد صفر يساوي خمسة. سبعة زائد خمسة يساوي اتنى عشر. واحد زائد واحد يساوي اتنى. اذا نغطينا ميتين وخمسة وعشرين. اذا تساوي مئتان وخمسة وعشرون. اه مئتان وخمسة وعشرون سنتيمتر مربع. اذا هده فيما يخص المساحة ديال اذا هنقدت هنا ميتين وخمسة وعشرين سنتيمتر مربع. هنا يا بلا ما تدوش على يعني ما تدوش على الرسومات حيث غيبة لنا هنا بحالة هده هو ليصغر ولكن هنا عدنا خمستاشر سنتيم را كبر من عشر سنتيم. يعني هاد المربع را كبر من هاد الدلع دياله كبر من العرض دياله مستطيل. يعني هنيا قل لك خصنا ندوره على الشكل اللي عنده اقل مساحة. الشكل اللي عنده اقل مساحة هو هذا اللي عنده تسعين سنتيمتر وهذا ندوره عليه هنا تسعين سنتيمتر مربع وهنيا هو المثلت سنحيط المثلت هو الشكل الذي لديه اقل مساحة. نمر الان الى النشاط الموالي التمرين الرابع ضمن الحصة الثالثة اتدربه. التمرين يقول يعطي هذا الحقل ستة وثلاثون قنطارا من القمح في الهكتار الواحد علما ان واحد هكتار يسوي عشرة الاف متر مربع. كم قنطارا يعطي هذه السنة? اولا غنحسبو المساحة ديال هاد المستطيل اللي غنستعمل فيها العلاقة اس تساوي طول مضروب في العرض. غلقوا هاد المساحة بالمتر مربع. عاد من بعد غنحولوها نشوفوش حال فيها من هكتار. اذا وكل هكتار غيعطينا ستة وثلاثين قنطار. يعني اذا كشي اللي لقينا في الهكتارات غنضربوه في ستة وثلاثين. يعني وسبعين مترو. غنضربوها في العرض مية وربعة وثمانين مترو. تساوي ان اخدو واحد الورقة ديال الوساخ مستقلة. غنضروفها هاد العملية ميتين وخمسة وسبعين. نضربوها في مية واربعة وثمانين. اربعة في خمسة عشرين. احتفظو بجوج. اربعة في سبعة اه تمانية وعشرين. زائد اثنان ثلاثين. احتفظو بثلاثة. اربعة في جوج تمانية زائد تلاتة حداش. نرجع ونحتفظ بستة. عفوا. بالنسبة لتمانية في اثنان يساوي ستة عشر. زائد ستة يساوي اثنان وعشرون. نرجع الى السطر. نضع النقطة. ونتمم. واحد في مئتان وخمسة وسبعون يساوي مئتان وخمسة وسبعون. بعد ذلك ننجز عملية الجمع. صفر زائد لا شيء يساوي صفر. صفر. ستة. واحد زائد اثنان زائد سبعة يساوي عشرة. نحتفظ بواحد. واحد زائد اربعة يساوي خمسة. اذا غدت عطينا خمسين الف وستمائة آآ متر مربع. اذا اكتبوا القيمة للقيمة هنا. خمسين الف وستمائة متر مربع. غنحولوا هذا بل هيكتار. نشوفوا شحل فيها من هيكتار. اذا واحد هيكتار في عشر الاف. اذا آآ اذا انا عشرة الاف متر مربع. اذا خمسين الف وستمائة متر مربع. فيها. اذا هنا غن نعتمدوا على هذا الجدول. هذا الجدول هدا. اذا ارسمته. اذا لدينا فيه وحدات قياس المساحة. كله متر مربع. الهكتومتر مربع. ديكا متر مربع. والمتر مربع. كما نعلم فهي مقسومة على ايدنا. في متر مربع خمسين الف وستمائة متر مربع. اذا و نكتبه خمسين الف وستمائة 0.6 هكتار كتلة القمح نضربها في 36 قنطار 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 نضربها 6 قنطار 5 قنطار ثلاثة ثمانية عشر يؤ fer A ثلاثة ثم سفر ثم ثم سفر ثم سيفر زائد واحد واحد ثم سفر ثم سفر ثم س jury ثم سلاثة ثم تعمل سوا tiss سي سوى câ accustomed 3 زائد ثم سواوا puls احتفاظ بواحد واحد زائد واحد يساوي اثنان ثلاثة خمسة يساوي تمانية واحد زايد لا شيه يساوي واحد ما ننسوش الفاصيلة جوج الأقم بعد فاصلة هنا يعني تعطينا 182.16 فاصلة 182.16 قنطار من القمح في هذا الحقل على شكل مستطيل إذن هذه هي الإجابة يعني هذه هي كمية القمح أو كتلة القمح التي سيعطينا هذا الحقل أمر الآن إلى النشاط الموالي التمرين الخامس أنجز النشاطين في الدفتر النشاط هذا إذن السؤال ألف أحسب قياسة مساحتي المضلع A, B, C, D هذا المضلع هذا A, B, C, D يعني المعين بطريقتين إذن هنا يا بالنسبة لهذه الطريقة الأولى سنستعملوا طريقة قاعدة المعين مساحة المعين S تساوي S المعين لزنج قطر الكبير في القطر الصغير مقسوم على 2 نعوضه إذن عندنا القطر الكبير هنا من هنا حتى هنا إذن هنا قد هنا قد هنا قد هنا إذن هنا عندنا فيه ربعين مضرب في عشرين إذن ربعين سنتيمتر مضرب في عشرون سنتيمتر الكل مقسوم على 2 سنتيمتر إذن هنا إذن هنا إذن هنا إذن هنا إذن هنا قد هنا قد هنا يعني هنا 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 في 20 هنا هنا في 20 يعني من هنا هنا في 40 القطر الكبير في 40 وقطر الصغير في 20 نتميم أربعة في جوج 8 جوج الأصفار 800 مقسوم على جوج كتساوي 400 إذن 400 سنتيمتر مربع هي مساحة هذا المعين نسبة الطريقة الثانية أس ديال لزنج كتساوي أس ديال لوريكتانجل ديال مستطير مقسوم على جوج إذن بنسبة المساحة ديال المستطيل كتساوي الطول مضرب في العرض مقسم على جوج طول عدنا هو 40 طول عدنا هو 40 سنتيمتر مضرب في العرض هي 20 سنتيمتر مقسم على 2 كتساوي 800 مقسم على 2 كتساوي 400 سنتيمتر مربع سنتيمتر في السنتيمتر كتساوي سنتيمتر مربع طريقة ثالثة هي أننا نحسب المساحة المثلت الوردي ونزيد عليها المساحة المثلت الأخضر إذن هنا ستكتب طريقة ثالثة أس ديال لزنج كتساوي أس ديال لطريونج الأول زائد أس ديال لطريونج تساوي القاعدة مضرب في الارتفاع مقسم على 2 زائد ثاني القاعدة مضرب في الارتفاع مقسم على 2 إذن هنا نشوفوا القاعدة ونشوفوا الارتفاع كيف يساوي بالنسبة لهذه المثلت فعدنا القاعدة هي 20 سنتيمتر والارتفاع من هنا حتى هنا 20 سنتيمتر إذن كتساوي 20 سنتيمتر مضرب في 20 سنتيمتر مقسم على 2 أولى لاحظنا قد هذه المثلت قد هذا يعني الكل مضرب في 2 إذن هذه زائد هذه لما نعود نضرب كل شيء سنضربه في جوج إذن تعطينا 20 في 20 هي جوج في جوج ربعة هي 400 سنتيمتر مربع مقسم على جوج كل مضرب في 2 مقسم على جوج تساوي 200 سنتيمتر مربع مضرب جوج تساوي 400 سنتيمتر مربع إذن في كل الحالات حصلنا على 400 سنتيمتر مربع إذن هذه ثلاثة طرق سنتيمتر 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 حقلين سنتيمتر سنتيمتر مربع 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 متر عملا أن هذا الارتفاع المتلد هو 80 متر إذن نعطينا الارتفاع جيد إذن لدينا الارتفاع هو 80 متر إذن سنتعمل كذلك ورقة لا سنتيمتر للمتلات الأول أصفر ماتلات الأصفر س ديال الطريونج جون الطريونج تيد ب فعش دي برد ب القاعدة القاعدة 80 مضروف جوج 80 مضروف جوج 100 متر الكل مقسوم على اثنان 16 في واحد 16 أصفار 16 ألف متر مربع مقسوم على جوج 16 مقسوم على جوج 8 ألف متر مربع هذه المساحة المثلة الأصفر سوف نحسب المساحة المثلة الأخضر بمساحة المثلة الأخضر سوف نعود بمساحة المثلة الأخضر 80 زائد 80 هي 160 تساوي 160 متر مضروف الارتفاع الارتفاع من هنا حتى الهنا يعني 50 متر 50 متر لكل مقسوم على اثنان سوف نأخذ الارتفاع أو هذه الارتفاع سوف نقوم بمساحة المثلة 160 مضروف الارتفاع 0 0 0 0 0 0 0 0 أمتنا 0 0 0 0 8000 1 جوج لطال الأصفر 8000 متر مربع مقسوم على اثنان كامر 40 مرة إذن هذه المثلة Jer是什麼 للمثلات الاخضر. نمر الان لكي نحسب مساحة المثلات الوردي. اس ديال غاز تساوي القاعدة في الارتفاع مقسوم على اثنان. نشوف الارتفاع مقسوم على اثنان. تمانية في واحد. تمانية في واحد. تمانية متر مربع مقسوم على اثنان. تساوي اربعة آلاف متر مربع. اذا هذه المساحة ديال الشكل اه هاد شكل الوردي او المثلات الوردي. او حقل الفريز. بالنسبة لكاروت عندنا فيه المساحة دياله يعني اربعة الاف متر كاري. بالنسبة لطومات عندنا فيه اثنان الاف متر كاري والكبير فيهم. اذا انا جدينا اهنا باش نتأكدوا من هاد المساحات. اذا اخذينا هاد المساحة هاد الحقل الاصفر فكتساوي مساحات الحقلين معا. هنا عدنا اثنان الاف وهنا عدنا اربعة آلاف هنا وربعة آلاف هنا. يعني قد الحقل ديال الفريز قد الحقل ديال الكاروت ديال يعني الجزر ربعة آلاف وربعة آلاف ولا جمعناهم بجوج غد عطينا اثنان الاف اللي هي المساحة ديال طومات قدنا قدنا. اذا هذا فيما يخص تمارين صفحة ستة وخمسون الى هنا تنتهي حصة اليوم ننتقي ننتقي ان شاء الله في الفيديو اللاحق الذي سننجز فيه بقية التمارين في الصفحة سبعة وخمسون الى اللقاء دمتم في رعاية الله وحفظه.